اشتركوا في القناة 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 ما قلنا يا؟ مبين على وجه التعثير والإجرام براضح متعين الشمس يا سيدي ايه 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 اخبار السهرة مباري؟ قل لك عاني التمام اقفوت الديفين ما خلصتو سمي الهاريته وياه مين دور اليوم بالسخرة؟ دور بشير وحيدة ايه ايه هم ايه ايه هم وانت كمان تعال تكرامك ودي انت بتروح على المطبخ تشديني البلوات وانتو بتروح على دورات المياه بتشطفو ليها هاشطفة منيحة بتديها هازمع منو جوه قدعه شوفوا انتو استغفر الله العظيم يا ربي وتبني لك أعود لك أجبي ليش وعيد كنت الخير أقام الاسم بالخير نعمة والسبعة نعم أكل شيء شكراً أمو والله في معي صندويشة جبنة جايبت ليها مرت من عشرة أيام بس أنا لاففة بالنيلول ساتة طريقة شو رأيك شكراً أمو شكراً على راحتك بجوز يكون فكرك مشغول وما لك بوارد الأكل مو هيك أنا اسمي مسعود الحفياني إن شاء الله رح تنبسط معنا هون لأنه كل المساجين أوادموا بيعجبوك فيكن البركة أمو شو جرمك أنت حيازة حشيش بقصد الإتجار إنها لله وإنا إليه راجعون وإن حكمت 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 ست سنين قضيت ثلاثة وإيان ثلاثة بس قسماً بالله يا عم قسماً بالله ما لعلاء بهذا الموضوع لا من قريب ولا من بعيد الحق بإيدك ما تصدقني الحق بإيدك ما هو كلمسجون بيقول عن حاله مظلوم بس قسماً بالله قسماً بالله قسماً بالله العظيم أني مظلوم شلون يعني مظلوم؟ فيه كان السبب هو اللي وردني شلون وردك؟ والله يا عمه مرضي تجاوزه أختي يعني ما صار نصيب فيك تقول يعني هو الشب أخلاقه مكللات المهم اللي احنا نسيناها لسه وراحت لأيام وأجئت لأيام أجعل لي أنا ما نخودها لكي نتيحط لياها عندك بالبيت أخذت عني رفيقي حطيتها عندي بالبيت بعد ساعة تقيت المباحث وعلقت هذه العلقة مو مصدق منه هك وليش لحتى ما صدق أنا بيحكم خبرتي بهالحياة قل لي مظرة بالناس وأكيد أنت طيب وبالحلال الله يخليك يا عمه الله يخليك ويسلمك بس عدم المؤاخزة حضرتك شو جرمك؟ أولا لا تقل لي حضرتك أنا اسمي مسعود بالسجن ما في ألقاب أمراك عمو أمراك أنا يا ابني انسجنت بتهمة القتل العمد شاب أزعر لقيم خطف بنتي الوحيدة اللي مالي بالدنيا غيرها بدي جوزها غصبا عني خباها ببيت بالبستان وإجال عندي على أمل يعني إنه يحطني تحت الأمر الواقع كلمة منه كلمة مني يتطاول علي سبني مد يده بد يضربني انت صفقته رصاصين كوامته بأرضه بنحكمت فيه عشر سنين بقي اللي منه انت لت شهر وبطلع هتظل لك عظم هالساندويش تسلطو لك شكرا اهلينا براعد اليوم ما بدر عند منوبي يا سيدي مره علينا شي برنامج طبعا مقصر في اللقلو أحضروا أكثر من عشر مرات أبرعد شو رأيكم تجو تسروا عندي الليلة ايه أصبح خبر الشباب ولا يهمك العشا والحلو كله جاهز الله معك مع السلامة أهلينا هدخل فضاء سيدي قولك انت حيوان انت انا ميت مرة قلتلك لا تقدمني الشابة الصينية هاي لعبش وغمي رجل يا ميشي تضرب انتوا عني باحتك لعدي يا سيدي في واحدة برا صرعتنا ومصرق اللي تشوفك شو بدها ما بعرف يا سيدي بس مصرق اللي تقابلك شخصيا خليها تفوت حاضر سيدي فضل يعطيك العافية أستاذ فكشو أستاذ يا خانم هزبي ألفازك وحكي منيح عفوان بيش أنا بشو غلطوط شو بدك هلا خلصيني يا سيدي أنا جايز والأخي بس العمال برا منعوني من الزيارة عمال أنا عندي عمال أنا عندي عناصر لك أختي المهم ما خلوني زوره طبعا ما بدوا يخلوك يزوري لأنك جاي خارج أوقات الزيارة والله بعرف يا سيدي ولهالسبب بدي أترجاك أنك تسمح لي زوره صعب كتير النظام ما بيسمح خليلي إياك أنا جاي من محل بعيد والله صلي أربعة شهر ما شفته طيب تعي بأوقات الزيارة بخليك تشوفي الله يخليك لا تكسر بخاطري الله يخلي خليني زوره فيه قولك يا أختي أنت ما عم تفهميني أنا ما بكاري في النظام روح يسألي عني يعني الله معك مع السلامة الله يسامحك مين أخوك أنت نعمال شريفة هذا جديد عنا وممنوع زيارته عبالشار تفضلي مع السلامة لأكوين الشاي عزفت شوف أمي أسواك شوف يا سلام كتير حجو والله هي عمو أنا لأنه كنت أشتغل نشار وحبيت أنحط على الخشاب لمين عم تنحط كل هالشغلات لكبني لفايزة إختي هي كتير بتحبه دول الشغلات يا الله يا عمو شو اشتقت لنا صر لي أربعة تشهر ما شفتها وما عم بعرف ليش ما عم تيجي تزورني عمو أنت خاطب ولا متجوز لا خاطب عمو خاطب يا خطيبتي عم تنتظرني إن شاء الله لأطلق بس تعرف عمو والله خايف تترقني إه لا لا تخاف ما بتتركك إذا كانت بتحبك ما بتتركك إن شاء الله يا عمو إن شاء الله بشوف ريكة مالك إيه شيء أ leggings تمام والله ش krijgen baby إيه إيه والله يعاطيك الإعافية شيء حلو اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ان شاء الله انتوا انتوا السابقين والأحمد الله الله يخلي منك يا عبو الله يخلي منياك يا عبو رح شوف الاختي وخطيبتي يا شباب قسما بالله العظيم قسما بالله العظيم ما رح تكمل فرحتي إلا بخروجكم بلياته نوك خلوصنا هلنا بنا عواطف عاكم صدي يالله اخوت كاركولة يالله يالله والله مام الله يسلمنا لك الله يخليني ياكم يا رب نوك امشي حاجة لعبة اماني اشتروا ما شدوا مننا ها الله يسلمنا الله يسلمنا السلام عليكم مع السلام علي الله يسلمنا اماني امهوي بدي اطلع عم السجن افرجوا عني افرجوا عننا اي 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 افرجوا عنو طيب ودعت معلمنا ابو رقفات مين ابو رقفات لك يخرب بيتك ما بتعرف مين ابو رقفات لك ابو رقفات مدير السجن اي اي بس ما بعرف ان اسمه ابو رقفات يلا يلاにちは روحوا ودوا اي ا اياذ شو علي اي هاذ لازم والله هادا يا سيدي فيه ثلاث عساكر هجموا على نقطة عسكرية اه ملقوه فاصلي خلصت النكتة؟ ايه خلصت ايه مارو اضحك هاي النكتة خالص مفعولة وصة موال ها اي والله ما حدا خالص مفعوله غير ابو رعي ادخل احترامي سيدي اهلين شو في ابو ودي سيدي هذا السجين نعمان شريفي اطلاق الصراح وصل روح انت امرك سيدي أنا زعلان منها كتير يا نعمان خير سيدي ليش؟ معقول تروح بدون ما تودعني لا معاذ الله سيدي معاذ الله بس والله العظيم خفت أزعجكم يعني فتكرت أنه ممكن تكون نايم اسمعوا على الحكي قال نايم قال مدير السجن ما بي نام يا فاهمان لازم يسهل على أمنه وراحت ضيوفه وهدول أمان يا برقبته سيدي الله يعطيكم العافية الله يعطيكم العافية كل أهلتكم شو بدك تشتغل بس تطلع من عنا؟ سيدي أنا نجار يعني عفواني مصلحتي إنه أنا نجار ودكانتي مسكرة من ثلاثة سنين يعني قبل ما أدخول على السجن اللي عم تكون أوه؟ وليش مسكراك لهالفترة؟ إي مو أحسن لك تضل هون آكل شارب نايم بلاش؟ إي ما صحت لجدي أصبح خليك عنا لبكرة شو رعيك؟ تاعد يصهر معنا لا سيدي لا الله يخليك ما علي الشي خليني يروح الله يخليك شو؟ شايفك مستعجل كتير؟ بيظهر مشتاقلة متك كتير يا عفري عفوان سيدي أنا ما علي متجوز أنا خاطب أصبح مشتاقلة خطيبتك يا نمز تاريك مو هوين لك نعمال هات لحوف فارجيني شو حاطط بيا الشنتا شنتاك سي ما فيه شي لا كوارجيني لحوف حلصنا حاضر 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 سيدي سيدي صورة ما فيه شي وصورة مين هاي؟ صورة خطيبتي رسمتها بالسجن بدك صراحة خطيبتك حلوة كتير شوفوا يا جماعة شوفوا زوءها السهيانم أحلى هات هات لتشوفها بسماوات ايه لك ايه والله ما عليك حق تتركها كلها المدة ايه طالع شو مخبي لكان طالع يا سيدي ولك حاشتك مكمكة بقى طالع حاضر سيدي سيدي هاي مراه هاي مسبحة اشتغلتها لخطيبتي مش عن تدعيلي بشي حلو زابطة معاك و الزايرة تحبها كتير لك تارسان هات شوف حبها بالله شو رأيك تهديني اياها؟ بلوك ردو لك بخيل لا تخجلني قدامه ضيوفي نعمان لا اعوز بالله سيدي اعوز بالله خلاص سيدي اذا بدو اياها ياخدها هاااادي هيك ههى؟ هيك بيحقنوا لهوادي ابرعد خوض المسبحة هدية لمرتاك أنا متأكد انه طالع من حيونه لنعمان هituation هي سيدي هات لشوف طالع شوف معك كمان شو بدي خبيه يا سيدي؟ والله العظيمة اللي بخبي شيÍ طالع كل شي معك بسم رجعك على الأووشه مرحباً شو هاي؟ سمك يا سيدي ومنين استططا؟ شو هاي؟ حصان هاد حصان؟ امام نسدق لحتى تصهل مثل الحصان يا سيدي بس يا الله، يا الله صالح شوف بيض نشي الدعم لضيوف عفوان سيدي بس دخلصني بلا دلال هاد حصان عبي اولاد لا هاد حصان عيد بعزاب شو بي معك كمان هات اشوف سيدي فيه العفو منكن سيدي فيه معي هاد الحمار لا هاد مو حمار ابداً مبلع سيدي مبلع مار سيدي ما بسدل حتى اسمع صوته يلا لشوف شنهي يا سيدي الله يخليك شو شنهي ولخلصني بقى شنهي مالذي 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 أمريكان اللي خليلي خليلي مالذي مالذي قلتنة بترو مالذي كانت بترو على بيتنا سيدي مالذي قلتنة سيدي مو قلتنة انه فيه طلعفه و طلعفه و نطلع باسمه امر الفراج سامعته و طلعن باسمه امر الفراج هاهاهاهاهاهاهاها دخلكل والله مهاتين حالاً طعم الضعن دخلك دخلك يا أوردة انهينا هلفل افقسنا من الطعب قولك يا احمد سدقت اندو طلق الإفراش باسمك لك عشو سيدي قولك لحنا دايق أخلاقنا شوي جبناك لنمزح معاك تمزح معاك سيدي وجاء؟ ما فعلتك کیل صيدي؟ لا تستمر ما شهتك سابتك سيدي؟ ؟ الله ييسا محك أوضعك يا رب اللحظة ساللي عن مستغرeras تسني ما شهتك أằngائся ؟ والله ما بيكفينهم ساعة أحلى ثلاث سنين من عمري الله يسابعكم الله يسابعكم ايه تضرب صحيح رح تقلب ليها مناحة يا أبو هديم حاضر سيدي ارجع نعمال على اوش عمرك سيدي تحرك مالي شوف بس لا تكون ازعلت منها لا سيدي العفو انا ما زالت منكم انا زالت عليكم كتير امشي 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 احفلة من رجع قريب ايه امشي احفلة من رجع قريب ايه امشي احفل على امشي احفلة ليش هيك شغلات بيتمزح فيها؟ السلام اخ يا عمراء اخي يا عمراء اخدولي كل اللعب كل اللعباء اللي كنت بدي اخد انت لفايسين والخطيبتي بسيطة لك نعمان بسيطة بتساوي غيره لا تزعل اخدولي كل شي يا عمراء اخدولي كل شي ولا تعباني والله تعباني كتير يا عمراء تعباني كتير يا عمراء تعباني بدي ناما تعباني ودي ناما تعباني بدي ناما يا بفكرت في غربتي ربعي وخلاني بكت عيوني دماء عفراك خلاني يا عين صبي دمح اللي لو يجفون أنا وصيت أهل الحزن عفراك هم يبكون يا با شو سويت معاهم زنب حتى القليب يجفون بحر المحيط ما بيني وبين خلاني أمان 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 ادخل احترام يا سيد خود الأغراض وعطيه للسجين نعمان سيدي عفوا معك في لزومة يا رب شلون يعني ما فمت عليك سيدي استجيلنا أمان أعطاكن عمره من أمتى؟ اليوم الصبح بس نحن ما حبينا نزعشكم سيدي الله يرحمنا ويرحمه يضرب برأسه تعريب أبي لا مزح شيل شيل الكاركيب من الدامي شيل الله سيدي شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة سيدي بتضهرى سيُسلموا يسلموا شلون البكالوريا معاك؟ ماشي الحاد شلون كتب أبني معاك؟ كتب جديدة من طاعة عمرتها لأنه أبني لمكاعم قدم بكالوريا علمي علي مالله ما فتح كتب يولله كانو جاهد كثير يلا كيف اهمتك للفحظ؟ الحمدول الله بكرة أول يوم ها؟ عم نعمل جيد نعمل موفق إن شاء الله مسعود بتاع أبي بتاعك هذولي الشوكولاتات تأكلهم كله له الشوكولاتة كتير كتير منيحة للمكانوريا مثل ما عم بقلك روحي بتاعي وحشي لابنك مهي بشوكولاتة من هلأ لآخر يوم بالفحص ما بدي شوف ولا قطعت شوكولاتة وتهدورها بقياً بالبيت عم تسمعي؟ لأن الشوكولاتة كتير مهمة إلو ولازم يأكل كل الشوكولاتة الموجودة قدامك هلأ شو دخل الشوكولاتة بالبكالوريا بقى؟ الشوكولاتة يا خانم أهم عصر غزائي بيقوي الزاكرة وبينشط التفكير يعني بركي بركي بتقوى زاكرة تقبلنا شوي وبيكرش هالمعلومات كرش بكرة على ورقة المحوظ أما هاي ثمعة طبعا لك عشو ببكر أنت؟ الشوكولاتة يا خانم مليانة حريرات وفوسفور لك افتحت أمك لكان وكل هاي الشوكولاتة يا هاي بركي بتصير ذاكرتك قوية بتتذكر عيد ميلادي وعيد زواجنا باسمة باسمة نعم شوف الدهك؟ وين راحة؟ بدي حط له صاح المشمش لزكي وليه على قلبي إن شاء الله طاشش قلبه من رعبة أول يوم بالفحص معلومك الفحص بكرة ولازم نعتني بصحته مشموش مشموش ابنا فحصه بكرة وبدك التعميلي يا مشموش مشموش بليلة فحص البكالوريا يعني من غير شي عم يسهل من الرعبة ضروري يسهل من المشموش روحوا يوزعيون ووزعيون حاضر خذي صوت هاي كيس نصبالك وهاي كيس مشموش حموي مع جميل ما أكلت مننن ولا حبيت خير ليش ما بيوتيك المشموش؟ بيوتيني بل زكي ما بيقدر ياكل مشموش مشان هيك ما سخيت أكل منن ولا حبيت اه يعني ما بيوتيه إلو لا بيوتيه بس معلومة بكرة زكي عنده فحص بكالوريا ويعني ما بيقدر ياكل مشموش يلا يعطيك الهارفين انا يا عافيكي هاي شيفي بلل القلب ايه حيكي المشموش يا بلق عجبوكي المشمشات يلا كم ما عجبوني اخترلي زمان ما ديت فواكه ضريقية تحديدا من وقت ليتجوزتك يلي بيسمعيك بفكرك كنتي عايشة عايشت الوزراء ببيت أهلك وعم تاكلي على كل درسلون ما بيعرف انكن كنتوا تقاقوا ما تلاقوا وانكن ساكنين بقوضة مثل الزريبة وبتكملوا عشاكن بفتت شاي بالخبز اليابيس ها ها هم اللهم ارضاء عن اهلك وعن خيرات بيت اهلك يلي كنتوا تستذوا الدهنة سلي مش هاتتطبخوا فيها عواض السمنة ماشاء الله على تنكات السمنة يلي فايت على بيت اهلك تنكي افتنكي تنكي افتنكي ها 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 ابو مسعود حارتنا ضيقة ومنعرف بعضنا بقى خلي الطابق مستور احسن لي واحسن لك بلا ما انفلت مثل الأباوي واقعد على فضاوي ها قولك انتي تعرفي شو لازميك لا والله ما بعليك لازمك مين يجي يقصلك لسانك وانا يلي بدي قصلك ياه وقص رأبتك كمان وقص رأبت ابنك هذا المفعوص ولا بدك تضل حطة الكتاب وقاعد يعني ما كان ناقصنا إلا المكالوريا لحتى تكمل محاسننا هدعوات ما تروح تدورك على الشيبيني تستلمها وتشوف مستقبلك ايه قوم قوم الوشي قوم 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 طلعا الوشي ولا دربة مصع لا قدك مصع ايه ماما حبيبي اول ما تمزك ورقة الاسئلة تبع الفحرص اقرأ فاتحة وقاعد الكرسي وقلم نشرح وفوق منيحة على الورقة وبعدين بلشكتو وقبل ما تكتب اي حرف على ورقة الاجوبة اقرأ اسئلة منيح وانفوخ بكل الاتجاهات انفوخ يعني انفوخ خود بابا خود اهم شي امي انك ما ترتعب اهدى ورتاح ونظم افكارك وبعدين بلشكتو يلا بابا خود اشراب هالشاي وكل هالبيضة كل بتاعت اماء هذا كله فوسفور وغزاء وهي عملتلك صندويشة اشقوان ظريفة بتقيتك وقت الفحص هلا قبل ما تطلع اعمل مراجعة لكتاب العلوم فهم هاشو عمل الا لك شو يراجع كتاب العلوم انت التاني مو مراجعة مراجعة تصفح بس هلا بلا ما يشوش افكاره ولخبت معلوماته بابا عالقليلي اقرأ فخرة التوافق بين الشفرات الوراسية والحمود الامينية عجبك وهي تشردق الولاد خد ماما خد شرب مي قلبي حاسسني ان رح تجي بالفحص اليوم شو هاي امي؟ شو ما عرفت امي؟ هاي الشفرات المورسة والحمود الامينية اللي بكتاب العلوم تبعكن اللي موجودة بالصفحة ميدانه سبعة وستين على اليسار اي 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 اذكرتها بقى رك منيق عليها الله يلط عليك رك يمكن تجيكم سيك بابا شربت الميلو اي بابا شربت شوكولاتا بابا كل شوكولاتا قد ما بتقدير كتر من اكل الشوكولاتا بش هتقدح زاكرتك قدح وتسترسل بالعجوبة خد ماما هاي كروة ثاني بالشوكولاتا خد تبرني كيلا لبين ما جبلك واحدة تانية منفوخة اوي حاشت امي حاشت حاس حالي حليت زيادة وصار جاعبالي اكل شو اكلة تانية؟ متل شو تقبرني؟ اكلت حلو يعني؟ لا امي مو حلو مو حلو بنوب حاس حاري حليت كتير لانه طيب شو لكا؟ حبيبي يقلي شو بدك لا اطبخ لك؟ ما رح اقدر استنى لوقت الغداء هلأ جاي عبالي اكل هيك شي اكل حانبا يالا نجي مسلا تبولي بي مش الحال يعني اي شي عقد منافسي هلأ عقد لي منافسك مكتاب الجغرافيا وراجع لي الخرايط اللي فيه وخريطة الوطن العربي متذكرة؟ طبعا بابا طبعا متذكرة؟ من عواصي؟ كمان كلهم نحافظهم بابا هذوي اي 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 وين عيبك نشكلهم؟ لا لا بابا مفشي مفشي وين يا ميستر؟ الفحص انا الفحصة بش رابك عمليها هدق ودوس يا بي كله اسبوعين زمان وبي خلص الفحص ها؟ بتقبل الاسبوعين قعد بالفحص وطارك البيت هاي؟ لا يا بي الفحص كله على بعضه اسبوعين هلأ اليوم ساعتين زمان وبرجة ايوه يعني فكرة بدك تنجح انت ان شاء الله ابقص ايدي من هون اذا بدك تنجح اه اذا بدك تقص ايدي ما بدك تنجح من اسطان تلغاز تسكتي انت تفضحينها معنا بكرة الله لا تقولي يا شغل اشتر ايوه 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 كمان ترك الولد يروح على صحصه ولا تأخرو روح المي روح الله يفتح بوشك يا حق ايه هه الله يفتح بوشك ومشي يا رب يا رب هلا هيك بدك تضلك قاعدة هلا قاعدة وانت عمدفور وتهمات خلاص عيني توكل على الله وامروه على شغلك وبس يوصل زكي من الفحص بخليه يتصل فيك ويطمنك خايف يا باسمة خايف ما يعرف يجاوب بهالفحص خايف يضربه عرق الحيونة اول ما يمسك ورقة الاسئلة خايف تصيبه السكته بهالفحص ويقعد لا من تمه ولا من كمه يسلم لأمه يوه اكش مرة وبعيد بعدين ليش عم تفاولي عليه هالمفاولات ابننا باصم الكتب بصم بعدين مو بس رح ينجاح ورح يتفوق كمان فعا ام روح على شغلك بركب يتغير جو لا لسه ما اجاله هلأ يمكن لساته ما طلع من الفحص ايه ماشي بس يجيب خليه يحكي معك فورا الله معك يعطيكم العافية يا شباب امه لا بخير امه انتو بكالوريا مهين اي اي بكالوريا شو اجاكم اسئلة اليوم اجانا بكالوراسية مسلا اجانا سؤالا التوافق بين الشفرات الامينية والحمود الشفرات الوراسية والحمود الامينية عنجد الشفرات الوراسية ايه مو هاتبع التجارب اللي عملوه عام 1960 ويلي اثبتت وجود توافق بين الشفرات والحمود الامينية بعد ما تم تركيب الار ان اي من تتابع اسس اليوراسين مزبوط يا سلام يا سلام سلم على هالخبرية الحلوة شكرا شباب يعطيكم العافية ببقى كيف قدامت؟ شلان طلب بالفحص ماما؟ مضربت مضربت؟ اهلين امي تعبرني طمني شلان طلب بالفحص؟ ضربونا يا امي ضربوك وليه على قلبي عليك ان شاء الله ولك ليش رح تتم ضرب؟ اه فهمني ليش ما كتبت لهم عن الجسيمات الريبية والأي تي بي والأنزيمات النوعية؟ ليش؟ ولك مو طلع لسان على شعري ولك مو طلع الشعر على لساني وانا عم معدلك وفتقلك فيه جاوبني ليش هن ضربت اذا بتعرف الاسئلة؟ ليش؟ المراقب شافني عم بتلفت حواليه اه فكرني بدي اتنقل وعمل لي مشكلة طويلة عريضة وقام بدي اسحب لي الورقة وبعدين لما خلوني يكمل فحص ايت حالي متوتر ومعصب ونسيان كل شي نسيان كل شي؟ بك يخرب بيتك يخرب بيتك وبيت بيتك ميت مرة فاهمتك لحاجز زيدة على قلب الولاد بيكفي اللي فيه ما لك شعب كيف انخطب لونه وصار وشه أصر متل التبني؟ اماما حبيبي ام هلا بتفرد منزلت الزهرة ما بتعود طيبة شوي؟ طبخة منزلت زهرة؟ بدك الطعمي لولاد منزلت زهرة بعزنين فحصه المكانوريا؟ اوعى اوعى تاكلوا منزلت زهرة ياولاد ابو مسعود؟ ايوه ايوه لحظة الله عافيك العافية الله عافيك امرني سيدي هم نزلت الزهرة كلوها انتو ان شاء الله صحتين وانا شوالغلب كتن خيركم ان شاء الله لا لا غالب اولا شي بس ابن نزكي عنده باكالوريا السنين يعني ومو وقت لمنزلت الزهرة الا ايوه يعتك العافية الله عافيك ماهر اهلينا ابو ماهر اجيت؟ تتلوه شايف انت؟ اجيت طبعا اجيت ماهر بيقولته؟ جوا بيقولته دخلك دي سليك طمنيني كيف عمير الفحص؟ سكوتي ابو ماهر ضربوه ضربوه؟ جينك اجيت طبعا ازره ولا مفكرين انه الأسئلة رح تيجي من عطارد ولا المريخ لأسئلة بدأ تيجي من قلب الكتاب وياللي دارس الكتاب بيجاوب وياللي مو دارس رح ينضرب على قلبه ويقعد بالفحص طلطميس مفاهمان الجمعة من الخميس وعما تلي ضربوكن لا تأسى على الولاد اليوم أول يوم ولساته موهوم من الفحص لا أأسى على الولاد اصار عد الشنتير ولسه بتقليلي لا تأسى على الولاد بعدين ما شاء الله حوله ليش لحتى ينوهي من الفحص اه إذا هاي السنة رابع سنة بيفوت فيها على فحص المكالوريا يعني آخذ رجله على قاعدة الامتحان وعادة المقاعد بقى ليش لحتى ينوهيم؟ بابا بس أنا السنة أول سنة بقدمه أدبي وماني متعوعد على مطأس التون أول سنة أدبي؟ حكى بدري وانشرح صدري على كل حال بسيطة إن شاء الله من هللا لثلاث سنين تانيات بتكون ما شاء الله حولك وحوليك آلشت وأخذت رجلك منيح أما هي تجيب لي كاسة مي وفيها مزهر الله يرضى عليكي حاسس داء نفسي ومرارتي رح تبع قوليها لأنتي سلامتك إن شاء الله عدقينك إلهي روحي روحي وين يا مهوين؟ على الفحص ها؟ هتعمل إياها قصة يا الفحص كل يوم والتاني سر يبري يخلصنا بقى إهداء هلا كيفك اليوم؟ يوم أي يوم؟ لا عيرين أسكوتك أنت ولا تطي بالحديث متل حمصت الكي بابا الخميس الجاي آخر يوم بسيطة الآخرة يا فاخرة لا يشوفش لون بكرة بدك تطالع الزير من البير بهالبكالوريا تبعك ولك يا ابني لو استلمتلك شي بيناية وشفت مستقبلك من وراها مو أحسن لك ماشي دعيلي ماما دعيلي أبي دعيليه كيف حاسس حالك؟ ما خطت عصيبك شوي؟ ايه والله لو بركض من هون لحلاب ما رح ينفش قلبي ولا رح ينشفه غليلي لكن ابني زكي بتجي ما سألت كيميا على مبدأ المعايرة الوزنية يلي طرع بلعي وأنا عم فهمه إياها بيقوم ما بيعرف يكتب كلمتين على بعض ابني زكي يلي حفظته معادلة التفاعل بين كلورسوديوم معنا ترات الفضة على أساس إنه إذا حطينا بين قوس هين ن ا زائد سي ال وجمعناها مع اي جي زائد اون ا ثلاثة بتقوم بتعطينا اي جي سي ال زائد ان ا بتاع قوس طبعا زائد ان اون ثلاثة بيقوم بينسر رموز من أساسه وبينضرب على قلبه بيحص القيميا خليني اركض خليني اركض يا جار انا بصراحة نفطت ايدي من الموضوع كله لانه مرارزي رح رتفع يعني صار لازمني عملية على الحارك بين وبينك خليت أمه هي اللي تتولى أمره لانه عند جلت أكثر مني وباله أطوال وميقست متل كايتي سلام عليكم عليكم السلام خلصت فحصة ان شاء الله هي يابي اليوم كان اخذ ارتاع قوض عني وحاشتع تنبلي بقى لحظة بطل غير تيابي اي يلا كفة كفة فضل لما قلتلك رح اتفع مرارتي ما صدقتيني هاي ليكني بكرا عمليتي ورح يبولي المرارة وكلنا بتحت رأس ابنك طول بالك انت تهني اذا وقت الفحص التهنت مرارتي بكرا لما النتائج بتطلع شبتو يصير فيي بسم الله عليك ان شاء الله ما بصير لك الخير بعدين حاجة تعصب وتنرفيذ ما بينفع من شان صحتك وينو هلا هو ولا صحتي مؤاممتو تركو بحاله والله يعينو كل ما قرب وقت نتائج البكالوريا عم يخاف بالزيادة بيفوت بيقعد بغرفته بيقعد لحاله يا حرام وليا على قلبي عليه صار الهم مرسوم على وشه رسم يعني شو ما في صيفية السنة؟ على ها هو النتائج والله إذا نجحت السنة و الله الدار إلك مني أحلى روحها على اسطنبول أو على مصر إذا بدك بس إذا رسبت بيها البكالوريا تبعاك بتكون على نفسي هاجنة براقش يعني بنستنى من هلا لتطلع النتائج ليش عاد صفيان للنتائج حتى تطلع؟ كل أسبوع زمان أو عشر تيام وبعدها بدوب التلج وبيبان المرج حاكي ماما، خير والبر يعاجلوا مونتوا هيك بتقولوا دائما؟ معلش ماما، نستنى لحتى تطلع النتائج مشان تصير الفرحة فرحتين منه مشان نجاحك ومنه مشان نشمل هواء وكلتا خيرة فيها خيرة بسعود، في عنكم حدا بالبيت؟ لأ، أنا فايت خبّ عنكم إذا إجا بابا وسأل عني ما شفتني أوكي؟ خير في شي؟ طلعت نتائج البكالوريا وسقطوني وماني حابب إسمع الدباجة تبعا كل سنة حفظتها، مليتها، بصمتها بسعود؟ تدائي إذا عطت عنكم شوي بالبيت؟ لأ، إذا إجا بابا وسأل عني لا تقولوا أنك شفتني أولا محتني خليك ساكتها؟ ليش خير؟ أنت التاني كمان؟ اي اي منك حدا بيصدق يا جماعة؟ أنه مسعود، ابن أبو مسعود يجيب 259 علامة وكل علامة تبطح علامة هلأ نحن بمسعود ولا بابننا اللي مو معروفة وين أراضي؟ وزكي كمان مو معروفة وين أراضي؟ لا راحل عند أختي، ولا راحل عند أختك، ولا راحل عند جده، ولا لعنت حدا من رفقاته، مو معروفة وين أراضي؟ ما في غير ندق للمستشفيات؟ أعوذ بالله، فال الله ولا فالك، ليش عم تحكي؟ اللهم بعيد الشر يا رب ما بيصير هيك يا ابني، لازم تخبروا أهليكن، قلوا لون وين انتوا على المقلي؟ يعني أولتا وآخرتا راح يعرفوا موسيقى 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 طيلك ابني، هلأ أمكا بيكون قلب غليانة عليكم ومثل النار، ما بيجوز هيك؟ موسيقى 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 вамиب gjوز هيك كمان، تشغلوا بالأهليكن، هو أهله وسهله فيكن يعني هو المحل مؤدى المقام بس ما بيجوز أهلكون ينشغي بالن أكتر من هيك فوتوا خالي فوتوا، شربوا شاي فوتوا موسيقى موسيقى هية الخبزة هاي ايجوا الخبزة عن خليناة لعشةنة اللولاد بدي اطالع انين تلغاز لا فوق أنا، عالطابع الأخراني موسيقى موسيقى بقى حبيت خبركم حتى ما ينشغل بالكم اكتر من هيك الولاد عندي بخير وسلامي اطمنوا انا ناس اشوف ابني وانا كمان ناس اشوف ابني مبروك نجاح ابنك ياهلك النجاح يا بلى ليش ابني نجاح ما قال لي الدرسان سيداتي وسادتي معنا اليوم شاب متفور هالشاب اسمه مسعود مسعود من اسرة فقيرة استطاع انه يحرز درجة الاول بين الاوائل بالسانوية العام باسمه يا باسمه مسعود اضحفتك الاول بهالسنة على سوريا فيعلنت تحكي لنا عن طريقة درستك وعن الجو يلي قدرت اتهيقه لنفسك لحتى تدرس منيح وبدك تحكي لنا كم ساعة كنت تدرس منهار والطريقة يلي اتبعتها لحتى قدرت تتفوق بهالشكل هاد ولا تنسى بدك تقلنا اذا استعمت بأساسي غصوصيين ولا لا يعني انا كنت حاول ادرس كل درس بدرسه وما خلي ولا درس يتراكم علي وكنت عد ما بقدر حتى تفكيري وتركيزي بشرح الاستاذ بدون ما سجل اي دورة خاصة او حتى استعمي اساسي خصوصيين بس الشغلة اللي فاديتني كتير هي البرامج تعليمي اللي كانوا يحطوناها بالتلفزيون بأيام الفخص وكنت حريص دائما على اني احضرها وما بتذكر اني روحت ولا درس تعليمي اللي بتعوب بالتلفزيون علي طيب مسعود اذا قلنا لك اتوجه رسالة شكر بمناسبة تفوقك لمين بتوجهها؟ اول شي بوجهها لامي وابي يلي حاولوا يوفرولي كل الامكانيات وحاولوا يوفرولي الجو الملائم لحتى انجح النجاح هاد وكمان بشكر جارنا ابو ماهر يلي عادني كتب البكالوريا تبع ابنه لحتى درست فيه وكمان بشكر جيران لبيت ابو زكي يلي سنحثي الفرصة اني دوق طبخن اللذيذ والمغزي بأيامات الفحص وهذا اكيد ساعدني عالتركيز والحفظ والدراسة وكمان بشكر التلفزيون عالبرامج التعليمية اللي كانوا حطونا ياها المفيدة كتير وبشكر هاللقاء هاد بس في عندي سؤال واحد شو هوي؟ العلامة اللي لو لاها كنت بقدر جيب المجموع العام بالبكالوريا ح السنة وين راحيت؟ صباح خير امهلا؟ صباح النور شو انتي وصيتي على العصير؟ اي انا لاني بعركك بتحب العصير فرش بس ان شاء الله تكوني توصيتي بالعصيرات صباح الخير صباح خيرات فريحة شلونك اليوم؟ الحمدلله سيدي بخير فريحة حطيننا شوية عصير يوناني مع العصير حاضر شوية عصير عصير نعم هذا ما يحطي لكم وحفظ لكم اشترك اشترك شكرا لا يسلموا إذا يكي رحي على شبك طيبة بس كأنها مقلل الكيوي شوي لا والله ما قللت بس هالكيوي اللي إجانا مبارح حلاوته قليلة ممكن إذا بتحب بغير لك الكاسة لا لا ولا إهمك ماشي الحال بس لا تنسي اليوم تبعتي حدا من الشباب يجيب كيوي ظريف لأنه الكيوي بقلب الكوكتير بيعطيه طعمة لزيزة ايه على عيني؟ ام تنازل على المكتب؟ هلا على الفور وشو مشاريعك بكرة؟ والله يا سلوة لحد هلا ما بعرف ليش؟ يعني عم أقول لحالي طالما بكرة عطلة فليش ما منفكر بشي مشروع؟ ليش نحنا منقيمتك إنا نعطيه؟ يعني إذا كل موظفين البلد عطلة نحنا ما منعطيه يعني ما بتقدر تفضي حالك هاليوم؟ مبلاح حبيبتي مو مشكلة تفضي حالي وإذا في مشروع بزهنك أنا حاضر هو ما في شي محدد بس فكري نعزم حدا من أصدقائنا ونعمل بربكيو بها جنانة كمان بصير ليش لا؟ أصبح شو رأيك نعزم أبو رائد ومرتو وأبو فادي ومرتو؟ هدول قعدتهم ضريفة كتير وأنت بتنسج ممحهم اي والله معقولة كتير خصوصي إنه أبو رائد ومرتو قلهم علينا عزيمة والجماعة قاموا بواجبنا وزيادة لما رحنا لعندهم على المزرعة المرة الماضية بس شفتي على هالمزرعة اللي عاملة قديش حلوة؟ قول مكلفة لا تقول حلوة؟ شلون يعني مكلفة ومو حلوة؟ يعني صحيح بازخة عليها كتير وصارف فوق الأربعين مليون ليرة بس ما بعرض بحس إنه ما فيها زوق ولا فيها لمسة جمالية بعكس مزرعة أبو فادي يعني هديك يا ذوب مكلفة تلاتين مليون بس أحلب كتير من مزرعة أبو رائد ما في مجال للمقارنة ستي ما علينا مين مزرعته أحلى مين زوقه أرقى مين صارف أكتر مو كتير بهمنا الله يهني العالم ايه ستي؟ اتفقنا مشان بكرة؟ ايه اتفقنا؟ لكان أنا أيام هلأ أروع على المكتاب بدك شي؟ سلامتك بس لا تنسى تتصل بالجماعة لا ما رح انسى هلأ من وسطي باتصل فيهم يلا باي باي افضل إفضل ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر 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 طلع السلال عنده أكبر شركة نقل بالبلد نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر هذا مرة من المرات نانسي قنقر 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 نانسي قنقر